التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة شركة هواوي لينجهوا على هامش فاعليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وأكد مدبولي خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع شركة هواوي والاستفادة من الخبرات والإمكانات الهائلة التي تمتلكها وذلك في ضوء اهتمام مصر بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي واشدد مدبولي على اهتمام الحكومة بمسألة توطين التكنولوجيا في مصر وتدريب العمالة المحلية وتوفير فرص عمل في السوق المصرية